السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أعزائي بهذا الفيديو إن شاء الله مع بعض بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نرسم الحالة الرابعة والأخيرة من حالات رسم المثلث واللي هي الحالة اللي بيعطيني فيها قياس ضلعين وزاوية لكن غير محصورة بينهما وهذا الفرق ما بين هاي الحالة والحالة اللي قبلها الحالة اللي قبلها كان يعطيني ضلعين وزاوية لكن كانت الزاوية تكون محصورة ما بين هذول الضلعين كموقع تكون محصورة ما بين هذول الضلعين أما بهاي الحالة إن شاء الله رح نتعلم إذا كانت الزاوية مش محصورة ما بين الضلعين المعطين خلينا نشوف المثال شو بيحتي لنا ونطبق مع بعض خطوات الرسم المثال يقول استعمل المسطرة والمنقلة والفرجار لرسم المثلث ABC إذا كان طول AC يساوي 5 سنتيمتر طول AB يساوي 3 سنتيمتر وقياس الزاوية B يساوي 50 درجة تمام نحن نبدأ مع بعض الخطوات وأول خطوة يكيد صرتوا حافظينها اللي هي قلنا مشتركة مع بين كل مراحل رسم المثلث اللي هي إني أرسم رسمة تقريبية تساعدني بتخيل الشكل النهائي فرح أرسم معكم مثلث برسمة تقريبية ورح نسميه ABC طبعا لازم أحدد عليه المعطيات شو عندي أنا معطيات؟ عندي إنه طول AB هو 3 سنتيمتر وعندي طول AC 5 سنتيمتر وقياس الزاوية B 50 درجة هون في شغلة كتير مهمة لازم نوقف عليها إنه قديش هاي الرسمة التقريبية مهمة ليش؟ لأنه بتلاحظ من الرسم إنه الزاوية B ما إجت محصورة ما بين الخمسة سنتيمتر والثلاثة سنتيمتر فهون لحالك ممكن الرسمة إذا إنت مش منتبه للمعطيات الرسمة هي تدلك للحالة اللي إنت فيها بأي حالة إحنا هلأ؟ إحنا بحالة إنه معي الضلعين وزاوية لكن غير محصورة بينهما طبعا تطبيق هاي الحالة جدا سهل ورح نتعلم خطواته مع بعض نبدأ بالخطوة الأولى باستخدام المصطرة نرسم الضلع AB طبعا هو ثلاثة سنتيمتر فلازم نمشي من الصفر للثلاثة سنتيمتر ونسميها AB وطبعا نحطها لها المعطيات اللي عنا المعطيات الوحيدة لها اللي أنه هذا الضلع أو القطع المستقيم اللي رسمناها اللي اسمها AB طولها ثلاثة سنتيمتر بعدين باستخدام المنقلة نرسم الزاوية المعلومة اللي هي قياسها خمسين درجة الزاوية هاي وين يقع رأسها؟ هو حكالي أنه هي اسمها الزاوية B إذن من عند B نثبت مركز المنقلة عندها النقطة B ونحدد زاوية قياسها خمسين درجة زي ما قلتلك باستخدام قلم الرصاص بنحط إشارة صغيرة عندي الخمسين درجة بعدين باستخدام المصطرة نصل ما بين B ومروراً بالزاوية اللي حددناها ومنطول الضلع شوي لأنه إحنا الهلأ مش عارفين وين ممكن يوقف فأنا بخليه زايد شوي وبالأخير لو ما نخلص مو مشكلة أي إشي زايد من يمحيه باستخدام المنحة إذن رسمنا الزاوية اللي قياسها B أخيراً آخر خطوة شو أساساً المعطى الثالث اللي معي اللي لسه ما استخدمته إنه طول A C خمسة سنتيمتر معناها نفتح الفرجار فتحة قياسها خمسة سنتيمتر ونثبت رأسه عنده A ونقوم برسم قوس يقطع الضلع اللي رسمناه نقطة تقاطع القوس مع الضلع اللي رسمناه من شوي هي الرأس الثالث للمثلث اللي هو مين؟ C يعني بعد ما رسمنا القوس اللي هو إجانا القوس من وين؟ من فتحة الفرجار خمسة سنتيمتر ثبتنا رأس الفرجار عنده النقطة A رسمنا قوس يقطع الضلع اللي رسمناه نقطة تقاطع القوس مع هذا الضلع اسمها C بعدين خلص أنت خلصت نصل ما بين A و C وأي إشي زايد عندك بتمحيه وزي ما بتلاحظ بتكون عندك المثلث A B C جاهز طبعاً بدي أتأكد من حلي بقدر أتأكد باستخدام المنقلة أتأكد أنه هل فعلاً B 50 درجة استخدام المصطرة بتأكد هل فعلاً A B 3 هل فعلاً A C 5 طبعاً إذا اتبعنا الخطوات بحذافيرها وبدقة راح يتم عندي المثلث كامل بكل معطياته الآن كتطبيق على الخطوات التي تعلمناها للمرحلة الرابعة من مراحل أو حالات رسم المثلث معاكم المثال الآتي اللي بدي يكون واجب معك تتدرب على هاي الخطوات المثال شو بيحكي لك؟ استعمل المصطرة والمنقلة والفرجار لرسم المثلث I H J إذا كان H J 8 سنتيمتر I J 5 سنتيمتر وقياس الزاوية H 43 درجة لا تنسى الرسمة التقريبية هي اللي راح توضح لك أنه هل هاي الزاوية محصورة بين الضلعين يعني إحنا بالحالة السابقة ولا هي مش محصورة فإحنا بهاي الحالة فدائماً بذكر بالرسمة التقريبية جداً مهمة بحالات رسم المثلث جمعها لهون بنكون خلصنا حالات رسم المثلث كلها أتمنى تتدربوا عليها كتير منيح يعطيكم العافية وألقاكم على خير